التقى وزير الخارجية سمح شكر نظيره الدنماركي لارس راسموس لبحث ملفات العلاقات التنائية بين البلدين وسبول دفعها قدما وتناولت المباحثات سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون التنائي بين مصر والدنمارك والعمل على استمرار وطيرة تبادل الزيارات على مختلف المستويات في المقابل أعرب وزير الخارجية الدنماركية عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر والتطلع لدفع مختلف أوجه العلاقات التنائية بين البلدين قدما اشتركوا في القناة